أهلا بكو يا صحابي وصحباتي دلوقتي ببلون هياخدنا ويتير في مغامرة جديدة مع إحيا وكنوز وسينو في مصر القديمة يلا يلا بينا نشوف آه يا سناني كلها من أكل الحاجة الحلوة لما خف مش هجيب حاجات علوة تاني أبدا كل مرة بتقول كده يا إحيا ولما بتخف بترجع تأكل شوكولاتة كتير تبتكري العلاج اللي بابا الدهوني ده يا كنوز هيخلي سناني تخاف أكيد أنا سمعه بيكلم الدكتور وهو اللي قاله يحيا لازم ياخد العلاج ما أنا قلتلك يا يحيا كنت هعرضك على طبيب شاطر في كيمت قولي بقى مين الطبيب اللي كنت تقصده الطبيب إنه حطب مؤسس الطب في مصر القديمة أنا عرف الاسم ده كويس مش ده كان المهندس اللي بنى الهرم المدرج فعهد الملك زوسر حاكم مصر في العصر الأسرة الثالثة هو مهندس ولا طبيب؟ انتو حيرتوني زمان يا كنوز طريقة التخصص كانت مختلفة عن عصركم الحالي فيه أشخاص قدروا ينجحوا فيه أكتر من مجال ويحققوا إنجازات كتيرة وكبيرة وزي ما إم حطب كان مهندس عظيم كان برضو من أوائل اللي اهتموا بمجال الطب وتحضير العلاجات المختلفة أنا كل اللي عرفوا عن الطب في مصر القديمة هو إن كان عندهم سر كبير وهو سر الطحنيط الطحنيط سر كبير لكنه جزء من اللي توصل إليه أطباء كيمت الأستاذ عصنف مرة قال لي في حصة التاريخ إن المصريين بيمارسوا الطب من 4000 سنة قبل الميلاد نقدر نقول إن الطب في كيمت كان الأساس اللي بدأ من بعده أي تطور الطب في كيمت كان من العلوم المميزة والليليها أهمية كبيرة عند ملوك وشعب كيمت أطباء كيمت قدروا يشخصوا أمراض العيون والأمراض الجلدية واهتموا جدا بأمراض النساء والأطفال ومشاكل الأسنان علاجات كتير في العصر الحديث متوافقة مع وصفات عرفها المصر القديم من آلاف السنين وبقت أساس لعلم الطب الحديث الطبيب في كيمت قدر يوصل لعلاج للرب ومشاكل المعدة ده غير قدم وصفات استخدمتها نساء كيمت في الزينة إيه ده معقول؟ المصر القديم عرف التجميل؟ البداية الحقيقة لتطور المجال اللي اسمه تجميل كان من عند أطباء كيمت اللي استخدموا النباتات ودهانات الحيوانات والزيوت المختلفة لصناعة مستحضرات للبشرة والشعر وصناعة الروائح العطرية المختلفة علشان كده المعابد المصرية القديمة كان عليها نقش كتير لسيدات بيستخدموا الزينة ومساحي التجميل؟ مش بس كده يا كنوز دول قدروا يعالجوا الجروح والكسور ويعرفوا نوع الجنين الأطباء في كيمت استخدموا الشعير والأمح لمعرفة نوع الجنين عن طريق اختبار بيتم على الأم قبل الولادة بشهور طيب وسر التحنيت التحنيت كان له أهمية كبيرة عند شعب كيمت لأنه بيساعد الشخص يوصل للعالم الآخر بنفس شكله اللي كان عليه في عالمه وعشان كده كانوا بيخلوا قلب الإنسان في مكانه لأنهم مصدقين أنه هيرجع للحياة من تالي الحكاية دي حلوة قوي أنا هروح أجيب شوكولاتة ناكلها واحنا بنتكلم سنانك هتوجعك تاني لا خلاص أنا خفيت و بعدما شفنا حكاية النهاردة قلوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي بمناسبة الطب في مصر القديما من هنا أعرف أشهر طبيب أسنان في كامت؟ يمحط، المحطب كان طبيب عظيم لكن أنا قصت هنا همتراع واللي كان متخصص في علاج الأسنان وكان لقبه طبيب الأسنان العظيم ودلوقتي يا أصحابي فكرة ده خلصت استنونا في فكرة جديدة ورحلة سعيدة